أقول لك حاجة مصر زي محمد وأنا بقول الكلام ده بكل وضوح وبكل صدق مصر زي محمد العالم كله ووقفت وتم تجرؤ الناس وقدام التطرف اللي هو في الحقيقة عبارة عن كراهية وتمسكنا بإن احنا نحافظ على البشرية كلها وقدام الكراهية في حين بعض الناس كانوا بيدعموا هذه الكراهية ويأججوا هذه الكراهية وأدي ثمار كراهية جديدة أدي ثمار كراهية جديدة بنهيشها كراهية للبشر وتعالي عليهم وتعالي على قيامهم وكأن دولة مش بشر مش من حقهم يعيشهم من حقه أنه هو يقتل ويسفك الدماء بدم بارد ولا أحد يكلمه ليه؟ عشان الكراهية احنا زي ما وقفنا قدام الكراهية في الأولى هنوقف قدام الكراهية بإن احنا نجمع البشر كلهم على السلام ونقول لهم تعالوا قدامكم أهو فرصة إنسانية إن انتوا تحافظوا على قيم الإنسانية تحافظوا على البقية احنا مش عارفين احنا هنلاقيها منين ولا منين احنا داخلين على عصر ممكن الإنسانية تروح فيه وكأن في حد عايز يعجل بدمار البشر وكأن في حد عايز يوقض نار ما تطفيش عايز يعمل فتنة يوقض نار للحرب بس احنا ربنا وعدنا نار للصراع نار للانتهاك القيم الإنسانية بس ربنا هيطفي كل الصراعات دي وإحنا حريصين كل الحرص على إن الناس تفضل في أمان وتفضل في سلام ونفضل واخدين طريق الحكمة وطريق السعي لنصرة المظلومية الحقيقة إن كل الدعاية اللي قامت عشان تخوف الناس وترعبهم وكأنهم بينسوا بسرعة ومعرفوش إن الرباط ده رباط حطين وعنجلود وأكتوبر طبعا أكتوبر يعني الرباط فيه رجالة الرجالة دولة ما بينسوش الإنسانية وزيك أول حاجة عملوها وهما بيحافظوا على الأرض السلام